سيدة فاطمة معايا أهلا وسهلا سهلا سيدة فاطمة إيه رأيك السعودية حتشيل من علينا أكتر من عشرة مليار دولار وتاخد حتة أرض وشوات شركات كده موافقة معايا المسكة السعب المسلم غنفق إيه رأي الرأي الرأي لا أنا بأخد رأيك هوا أنا بأخد رأيك هوا سيدة فاطمة ده بولفظ حاضرتك سيدة أحمد الواحد خلاص إحنا مساعدتين نستلم نستلم نقول إيه رأيك هوا سيدة فاطمة تعبنا بجذب يعني زي النور الوضع ده حضرتك كل يوم ساعتين وبعد كده يتقوه يجيبوه بعد خمس داك وستقوه تاني حرقوا عند السلاجة حرقوا حاجات كثيرة عندنا زجات أرغاية ده غير طمين ده حرام كل اللي بياختد ده حرام إحنا تعبنا حراصة في زحة تعبنا بجذب وده إنساء الله حجر وإنساء الله ربنا يخذه ربنا يخذه بحاجة لأي مفترجة يا رب أنا ما بالله شكريك يا زفاطمة لأنها استعبت بس هوا ما تعبش يا غريب أنتوا تعبتوا بس هوا ما تعبش والمشكلة إنها يطلع إعلامي كمانش أقولك إيه ديون مصر نزلت عشرة مليار مرة واحدة وحكمة السيد الزعيم يا باشا ما هو بيع أرض وبيع شركات وبيع مدارس وبيع يعني الأمن القومي المصري أنت مشوخ ببالك مش مهم المهم إن السيد الزعيم قدر ينزل عشرة مليار فاصل أربعة من عشرة مرة واحدة طيب ما يديون كانت عليه ما ننجلش فيه بس هو نزلهم مرة واحدة قدر يخلص منهم مرة واحدة والأرض دي مش مهم لأنك عندك عساكر مش زي العساكر اللي كانت قبل كده قيادات الجيش المصري عمرها ما فرطت في أرضه بالشكل ده قيادات الجيش المصري عمرها ما كان سهل عليها تبيع أرض البلد إنما دول ما تفهمش دول مين ولا بيمثلوا مين تفهمش القيادات اللي على رأس الجيش المصري دي عقدتهم إيه شايفين الوطن إيه يا ترى شايفين الوطن عزبة يبيعوا أرضه ويرهنوها علشان يدخلوا شوية فلوس في كرشفهم ولا شايفينوا لعبة وحاجة نلعب بيها ويعني نأجر ونبيع زي ما احنا عايزين عموماً أياً كانت الرؤية اللي شايفين بيها أرض مصر فهي رؤية شازة لليها علاقة بمصر ولا بالعسكرية المصرية ترجمة نانسي قنقر